ولازم أقول هنا شيء مهم جداً لأن فيه فرق ما بين المصارحة والمجارحة أنك تكون واضح المشاعر وواضح التعبير مش معنى كده أن أنت تجرح اللي قدامك لكن لازم تبقى صريح وما تخافش من التعبير عن ما تريد ولا ما لا تريد من شريك حياتك لأن الصراحة والوضوح هو أقرب طريق للوصول إلى التوافق وسيدنا أنس بن مالك قال كنت جالساً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مر رجل فقال رجل من القوم يا رسول الله إني لأحب هذا الرجل قال هل أعلمته ذلك؟ قال لا قال فقم قوم فأعلمه قال فقام إليه فقال يا هذا والله إني لأحبك في الله قال أحبك الذي أحببتني له لازم نعمل الكلام ده في البيت الكلام ده مش بس لأخوك في الله مرة من الحاجات اللطيفة واحدة بتقول له أنت ليه ما بتقول ليش يعني بحبك في الله قال لها الحديث جيه أن أنا أقول ده لأخويا لأخويا في الله قالت له هتبني أختك في الله يعني أي عايزة من شدة اشتياقها لتعبيره لها عن حبه أنه يعبر وده بيتأكد أكتر في حق الزوجة عشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما يسأل شوف حضرت النبي بيعبر عن مشاعره إزاي ويا سلام على السيد عائشة لما تسمع ده يقول له من أحب الناس إليك يقول عائشة وعشان كده رسول الله عليه وسلم بكل وضوحه بكل صراحة يعبر عن حبه صلى الله عليه وسلم لازم تتعلمه ده من حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لأن الحاجات دي مهمة يبقى أول حاجة تبادر تاني حاجة تصارح يبقى تبادر ما تتأخرش تصارح تبقى واضح في التعبير والله أنا كنت عايزة أقول لك حاجة ويعني ونفسي تحسيها يا سيدي قول أنا عايزة أقول لك حاجة ونفسي تقدرها بلاش المقدمات السلبية قولوا اتكلموا الراجل راح قال له إني لأ أحبك في الله على طول كده بحبك على طول كده بسهولة بصراحة تاني حاجة أنا ما تبسطتش من الصوت العالي بصراحة كده عبر أنا ما تبسطتش على الصوت العالي ده وتكلم عنك أنت ما تتكلمش ما تقولش لحد شخص أنت سيء لكن قول أنا ما تبسطتش من الصوت العالي تالت حاجة إن احنا نحرص على التواصل المعبر عن الزاد بوضوح نحرص يعني إيه يعني ما تنتظرش أن التواصل يجي أنت اللي تروح يعني إيه ما تعتمدش أن شريك حياتك هيفامك بدون ما تعبر بلاش الطريقة دي يعني أنا مش مع مسألة القاعدة اللي بتقول اللي فيها الستات تترك التواصل لأنه لو مهتم كان عرف لا هو مهتم بس هو ما بيعرفش لغتك يبقى أنت لازم تعلمي لغتك يبقى ولذلك أول حاجة بنعلمها للمقبلين على الزواج وهي المهارة دي أنتوا عودوا تكلموا مع بعض على الأقل كل يوم نص ساعة ودوة الحرص على التواصل الفعال بيخلينا نتخلص من سوق الفهم ودايما نخليك حريص أن أنت الأشياء اللي بتتفهم غلط أن أنت توضحها والمفاهيم الغلط توضحها ليه لأن الناس بتدخل الجواز بستيريوطايب بمفاهيم مغلوطة بمفاهوم مغلوطة عن الزواج وعن الرجال وعن الستات فإحنا محتاجين نتواصل تواصل فعال عشان نعمل تخلية ننظف ده ونعمل ايه ونعمل الكلام حلو إن الحسنات يزيبنا السيئات رابع حاجة لازم نبين وإحنا بنعمل الكلام ده إن احنا متقبلين شريك حياتنا ونقرر إن نفتح عليه ونعبر بحرية دايما ولابد إن احنا نتقبل كلامه وما نتصرعش بالحكم عليه أو السخرية منه أو السخرية منه أو من مشاعره أو من احتياجاته وبلاش فكرة أنت كل وقت لازم تكون بتقول كلام في زعل ما هو لازم يكلمك وعشان كده سيدنا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه بكى فبكت مرأته فقال لها ما يبكيك قررت رأيتك تبكي فبكيت قال إني أنبقت وأنني وارد ولم أنبق أني صادر يعني إيه اللي حاصل هي تفاعلت معاه ده بيحق بيشعر الشخص اللي معاك إيه ده ده كأنه أنا عندي قلبي غير قلبي ممكن القلب ده وتيجي دي منه سعادة إن إحنا الاتنين امتزجنا وإن إحنا الاتنين بقينا حس واحد رقم خمسة وفر الوقت وقت مناسب عشان تستمع باهتمام لشريك حياتك كتير من الأزواج بالذات بيتحججوا بضيق الوقت إن أم ما عندهمش وقت دايما في الشغل أو فيه حد كان أكثر شغلا من رسول الله رسول الله مشغول بالأمة كلها وكان سمع السيادة عائشة ويبتحكي عن حداشر قصة للزوجات والأزواج وفر لها وقت وإن شريك حياتك كتير الكلام ده بيوصل لتوافق فحاولوا إنكم دايما ترتبوا أوقاتكم بما يسمح لكم بالتواصل الجيد والسماع الزوج الجيد والزوجة الجيدة اللي ودانه أطول من لسانه اللي بيسمع أكتر ما بيتكلم وبكده شريكك هيكون حاسس إن كتر كلامه مع كتر كلام هيحس بالأمان وإن كتر كلامه بيقضي على التراكمات اللي ممكن كانت تحصل وإن اللي يحصل وتتعودوا على التواصل وتعودوا على إن ما فيش حاجة بيتخاف منها وإن أنتوا الاتنين ستروا وضع على بعض رقم ستة بقى وده شيء مهم جدا الحفاظ على خصوصية شريك حياتك وده مهم جدا 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 عشان يقدر كل واحد فينا يعبر أنا دايما بقول إهدار الخصوصية يكتمي الأفواه لما تهدر خصوصية شريك حياتك ولما تهدر خصوصيتك وإنت كمان لازم تحافظ على خصوصيتك أنا ما بشوفش إن الحب يضيع الخصوصية بل الحب يحترم الخصوصية يعني يحترم علاقتك بأهلك ويحترم علاقتها بأهلها يعني السمات المميزة لكل واحد فينا لابد إن هي تراع ومش محتاجين نغير السمات المميزة اللي بتخلينا لإننا إحنا مش محتاجين نبقى كربون من شريك حياتنا وده لا يعني الامتناع عن تطوير الأداء الزواجي والتخلص من العوب المزعجة لشريك الحياة